لمسنا من بعض من يميع من بعض من يميع الشخصية السنية أنه يأتي بقاعدة كثيرا ما جعلت طلاب العلم ضحايا للأفكار الهدامة والعواطف الخطافة وهو أنهم يستمعون إلى جميع الوعاظ والمدرسين والعلماء على اختلاف مشاربهم تحت قاعدة نستمع إليهم كلهم ثم نغربيل فما مضى صحة هذا الكلام طبعا أنا حديثي عن أمثالنا ممن هم دون طلبة العلم جزاكم الله خير حديثك عن طلبة العلم أو دونهم طبعا أنا جوابي على هذا بإيجاد إذا كانوا يعتقدون في أنفسهم أن الغربال تحت أيديهم فليفعلوا وإياكم إن شاء الله وإياكم ترجمة نانسي قنقر